الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية نبارك لمنتخب قطر الشقيق فوزه بكأس آسيا طبعاً إحنا فرحتنا كويتين كانت واضحة بفوز قطر وفرحتنا لا تحتمل أكثر من أن فوز فريق عربي خليجي بكأس آسيا والآن ارتفع عدد الدول العربية الخليدية التي فازت بكأس آسيا طبعاً الكويت الأزل كان أول فريق أخذ كأس آسيا سنة 1980 ثم السعودية والآن القطر فرحنا فرحة كبيرة طلعنا بمسيرة لكن نكرر والله لو كانت الأشقاء بالإمارات فايزين لكانت فرحتنا نفسها أو السعودية كذلك لكن لأن الإمارات النهائية كانت بين قطر وبين اليابان قطر واليابان بتأكيد نشجع قطر أهلنا وحبايبنا فقط وأيضاً لو أن اليابانيين فازوا لكننا قدمناهم بتهنئة هذه كرة رياضة ولا تحتمل أي تفسير آخر نعم خرجنا مسيرة فرحة وأيضاً لو كان الأخضر السعودي فاز كنا نفرح وعلى فكرة يوم الإمارات بين الإمارات وقطر كنت أنا وصديق ليه نتابع الإمارات هو كان يشجع قطر وأنا أشجع الإمارات أنا أهلي نص أهلي بالإمارات خوالي بالتأكيد كنا راح أشجع الإمارات ولكن ولو كان قطر فايز لو أن الإمارات فايزية طبعاً كنت راح أستانس قطر فاز وفرح هذه كرة وأعيد وأقول هذه كرة لا تفسهم تفسير آخر الكويتيين مثل لو كانت ليس على فكرة ترى الكويتيين ليسوا طرف محايد في هذه الأزمة الخليجية اللي إن شاء الله هذه السحابة راح تنقشع إنما مثل ما قال صاحب السمو نحن نسنا طرف محايد نحن كلنا واحد الطرف المحايد بين اثنين مختلفين لا إن شاء الله كلنا طرف واحد لكن أيضاً في نفس الوقت نحن أنا أوجه رسالة ولاء ومحبة لقادتنا وحكامنا وراح أقول كلام أهم عارفين نحن كلنا في دول الخليج العقد العقد اللي بينه وبينه حكامنا الشرعية محبتنا لهم والله كل شعوب الخليج بلا استثناء نحن دائماً نقول بالكويت الشعب وهو سور الحكم مثل ما أن الحكم سور الشعب كذلك كل دول الخليج هذه هي شرعية من الشعوب لحكامها ونجري حكوماتنا بالدوء حكوماتنا الخليجية ما هي منتخبة يعني مو كل أربع سنين خمس سنين تجي حكومة خليجية حكامنا موجودين لأن نحن نحبهم هذا ولائنا وهو أكبر من الانتخابات وندري أن حكوماتنا لا تشركنا في اتخاذ القرار فبالتالي نحن كشعوب نتمنى أن نكون بعيدين عن هذا الذي يحدث لأنه مو معقولة أيضاً نقول أن نحن نقوم الصبع أو نقوم ننام بالليل ويقولون لنا والله هذا أخوك هذا يحبك نقعد ثاني ومن الصبع لا هذا مو أخوك هذا عدوك لا ما يصير نحن كلنا أهل وندري تماماً بأن هذه يعني لا يمكن التاريخ يقول التاريخ يقول أن الدول خليج هذا الإقليم وحدة جغرافية اجتماعية سياسية واحدة وهذه غيمة لا وهذا يعني الخلاف غيمة صف سوف تنقشع وأيضاً النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحق الأمر أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ليالاً فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من يبادل بالسلام ونحن الآن نريد الأخ الخليجي الذي يبادل بالسلام والله تعبنا تعبنا نفسياً لأنه مو معقول اللي لقع يصير نحن شفنا مناظر في كأس آسيا والله وفي القلب غصح لا يمكن أن يصير اللي لقع يصير لا يمكن مو معقول نحن مداخلين نحن في ناس بالسعودية عندهم أهل بقطر واللي بقطر عندهم أهل بالإمارات وهكذا يعني لما يكون في أهل يعني راح يكون دائماً في حالة أفراح الزواج وما إلى ذلك مناسبات أو عزة لا سمح الله ما يصير واحد ما يقدروا حق أهله وأنا ما زدت أرد وأقول نحن ثقتنا في قادتنا ومطلق لهم وثقتنا فيهم أنه نحن يعني هذه الأزمة يعني ما يصطلح عليها أزمة خليجية أنه راح تنتهي الأزمة ونرجع أخوان يا رب اللهم حق لنا هذا الأمل بأسرع وقت يا رب نرجع لموضوعنا الليلة لاختطاف الجابرية طبعاً عزيز المشاهد نحن أكثركم يعرف عن اختطاف الطائرة الجابرية اللي حدثت في عام 88 وقتل مقتل أثنين من الكويتيين ومن اللي وراها فيه ناس قالوا يعني عماد مغنية وفيه ناس قالوا لا مم عماد مغنية وتناولنا في حلقة سابقة من هذا البرنامج هذا الموضوع اليوم نتكلم عن اختطاف طائرة كابرية وهي طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية في 5 ديسمبر عام 1984 طائرة كانت متجهة إلى كاراتش عن طريق دبي الخاطفين خطفوها وحولوها إلى مطار طهران مطار مهربات في طهران لتبدأ أو ليبدأ فصل من فصول الإجرام والإرهاب الكويت صح يعني الشيء بالشيء يذكر احنا واجهنا الغزو نعم لكن الغزو كلنا بالكويتين كنا على إيد واحدة فالعدو احتار لكن احنا من الثمانين لا الثمانين ثمانين اللي هي الأزمة الحرب العراق الإيرانية احنا كل يوم كنا نواجه فيها فتنة وأزمة اللي اخطفو الطائرة كاظمة ودوها لمطار طهران وطبعا حتى الجابرية ودوها طهران و هذا فالذلك هذا نقول أن إيران اللي دائما نميد له يد السلام و لا زلنا يعني احنا مو المصلحة تحد أن إيران الضفل أخرى تكون عدو مو لنصالح أحد لكن لكن ليس هناك سلام من طرف واحد السلام من طرفين مو ما أقول لك الطائرتين اللي نخطفوا لو أهل ثلاث لو أربع تروح إيران و ثم إيران تقول لا أنا ما لي شغل المهم نرجع لموضوع كاظمة الخاطفين شنو كانت مطالبهم هما طبعا رسميا أنه هما أربع فلسطينيين اللي اخطفوا اخطفوا هذا شكل رسمي لكن هناك أيضا يعني شهادات لشهود عيان عنده كانوا مو بس فلسطينيين نما أيضا بعض كانت تكلمون لهجة اللبنانية المهم شنو مطالبهم من المطالب تعرف منهما طبعا في عام ثلاث ثماني يعني قبلها بسنة الكويت شهدت تفجيرات اللي هي السفارة الأمريكية والفرنسية اللي بسيارتين مخفختين سائق انتحاري هني وسائق انتحاري هني فاللي هذا فجر السفارة الفرنسية وهذا فجر السفارة الأمريكية وأيضا بعض المنشآت النفطية وبرج التحكم شهدنا في في ثلاثة ثمانية في ديسمبر أيضا حدث ضرور هذولي وراها كانوا وراها سبع تاعش شخص تم سجنهم الخاطفين كان من مطالبهم اطلاق صراح سبع تاعش شخص سبع تاعش شخص شنو لما أثناء التحقيق واللي كانوا وراها التفجيرات طبعا إلياس صعب هذا اللي طبعا اسم المتخفي هو مصطفى بدر الدين وينتمي لحزب الله وقتل لكن إلياس صعب سجن في الكويت وهو نفسه مصطفى بدر الدين كان مطالبهم أنه تأثير على موقف الكويت بالأيام الحرب العراقية الإيرانية طبعا فسرة أن الكويت تؤيد صدام وهذا نعم ولكن هذه مصالح دولة يعني كان في حرب لم تكن ترى الكويت وعلى فكرة الكويت سنتين سنة واحدة ثمانين واحدة ثمانين ثمانين كانت موقف الحياة وتحاول أن تطفئ نار الحرب لكن المهم استمرت الحرب الخاطفين في اليوم الرابع قتلوا رهينة أمريكي في مطار طهران وفي اليوم الخامس أيضا قتلوا رهينة أمريكي قتلوا اثنين أحد الشهود العيان يقول أنه كان يضغط عليهم ويمارس عليهم تعذيب نفسي بأنه حتى كان يقول والله أن الكويت دولة خارجة عن الإسلام هذا بعض شهود عيان وهذولي كانوا يقولون والله أنه إحنا إذا الكويتين ما أطلقوا صراحة السبع تعش سجين اللي هم كانوا يعني يريدون الكويت أن تقف إلى جانب إيران هذا من شهادتهم أنه كانت تضغط على الكويت بأن تقف إلى جانب إيران في الحرب العراقية الإيرانية وما لم يطلق صراحة السبع تعش شخص إحنا راح نقتل الرهان في اليوم السادس أمانة في اليوم السادس الحكومة الإيرانية اقتحمت الطائرة وحررت اللي بوجودين و المهم الطائرة الطائرة كامل لم ترجع يعني خلاص انتهت عملية الاختطاف المفروض يوم يوم يومي ثلث يام سبوع سبوع ترجع الطائرة 17 شهر إيران حجزت الطائرة عندها في المطار وهذا اللي كان يدل على أن الحكومة الإيرانية في تلك الفترة لم تكن متعاونة وأيضا بعد العملية هذه يكون فيه أيضا نوع من استكمال المعلومات يعني الحكومة الكواتية كانت تريد أن تستكمل المعلومات أن من يقف وراء اختطاف الطائرة كاظمة اللي أيضا تم قتل اثنين من الرهان الأمريكيين والعالم والعالم كله والعالم كله كان يريد أن يعرض من الذي خطف الطائرة المهم بعد فترة هناك من من أحد المضيفين كان يقول أن واحد كشف اسمه وقال أنه ينتمي لحزب الله وأنه عماد مغنية هذا الشخص لكن أيضا هناك طرف آخر قال لا لم يكن هذا الشيء حدث وعماد مغنية هذه الأيام لم يكن بالصورة يعني ما أحد كان يعرف أن منه عماد مغنية حتى يكون هذه رأيين يجب أن نحن نريدهم هذه ومع ذلك نحن دائما نؤكد أن الحيادية تطلب أن نقول للطرفين ليس هناك دليل من الذي خطف يمكن الحكومة تدري لكن نحن الآن نريد يعني شهود عيان قالوا أنه واحد أنه يقول فلان وشخص آخر يقول لم يكن هذا الشخص لكن للحياد المطلوب وقبل لا أختم الحلقة أريد مشاهد ما زلنا نقول أنه ضعف الحكومة عندنا بأنه تطلع قرار وما تطبقه لا تستطيع أن تنفذ قرار يعني المخيمات قالوا ما في تخيم وإحنا شبنا ما في مربع متر في متر في البر إلا وفي مخيم ما أنت قلتم ممنوع شون الناس قاعد خيم ولم تطبق الآن هناك أزمة والله أنا قبل أجل الستيديو تصل فيني الشخص وهو مسؤول يقول يا أبو فيصل ما في بيض في الجمعيات استغربت أنا وقاعد يقول لي يقول لي ما في معظم الجمعيات ما فيها بيض لأن البيض يصدر إلى العراق وزير التجارة قبل عشرة يام في ثلاثة عشر وواحد أصدر قرار زال للخير بمنع تصدير البيض وإعادة ومنع إعادة تصدير إنما اليوم إلى اليوم في النقص والله ثلاث جمعيات ما فيه وأيضا أنا يعني اتكلمت مع ثلاث رؤساء جمعيات تعاونية ما قدرت تصل في ستين وسبعين لكن هناك أزمة ويا حكومة إذا أنت مقادر تتخذين قرار ليش تتخذين القرار ما أقول ترى البيض لا تقل أهمية عن الخبز وعن الحليب يا حكومة نرجوكم لا تأخذوا قرار غير وأنتم مقادرين تنفذونا وأشوفكم أسبوع الجان إن شاء الله